السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم عودة على آخر الأخبار المهمة في تونس ننطلق بقرار إقالة رئيس مدير عام البنك الوطني الفلاحي اليوم تمت إقالته من منصبه واتقرر تعيين المدير العام المصاعد للبنك مدير بن يبا خلفا لمنذر لكحل اللي تمت إقالته رسميا حسب إذاعة شمسة فهم كما زاد اليوم يتم محاكمة نائبة بمجلس نواب الشعب المنتخب تمثل أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتها من أجل تهمة إقامة شهادة نص فيها على أمور غير قانونية موقع صباح نيوز قال بأنه منطلق القضية المرفوعة ضد النيبة هذي اللي فازت في دائرة بيب سويقة شيكية تقدم بها واحد من نواب جدد اتهمها بتقديم شهادة إقامة تثبت وأنها تقيم بمنطقة بيب سويقة وتبين فيما بعد أن شهادة الإقامة تتعلق بمنزل على ملك زوجها وأنها تقيم هي في منطقة أخرى وأكدت المتهمة خلال تحقيق معها بأنها أقامت خلال فترة الانتخاب التجريعية بالمنزل اللي هو على ملك زوجها في بيب سويقة وقالت أنها تملك أكثر من منزل وبالتالي تنجم تتنقل في كل مرة في دار نجي إلى قضية القيادة السابق في حركة النهضة محمد بن سالم وزير الفلاحة الأسبق في حكومة الترويكا اليوم المحامي سمير ديلو أكد وأنه تم إيداع محمد بن سالم بالسجن المدني في سفيقس منذ أمس الأربعة بعد ما غادر قسم العناية المركزة سمير ديلو قال في تصريحه اليوم بأنه بن سالم يواجه تهمة تكوين وفاق لتسهيل اجتياز أشخاص للحدود وأكد بأنه تم إيقاف بن سالم على بعد حوالي 140 كيلومتر من الحدود التونسية الليبية قاضي التحقيق كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق محمد بن سالم بعد التحقيق معاه في قسم القلب بمستشفى الهدي شكر بسفيقس أيضا أخبار أمنية أخرى تتعلق بشركة القهوة بأريانا قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانا أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق صاحب شركة لرحي القهوة بأريانا وأبقى القطب القضاء لمكافحة الإرهاب والد صاحب الشركة بحالة سراح حسب إذاعة موزيك فإنه تم في مرحلة أولى الاحتفاظ بصاحب الشركة والوالد متاعه تم إحالتهم على أنظار القطب القضاء المالي قبل ما يتخلى هذا الأخير على الملف دفئدة القطب القضاء لمكافحة الإرهاب واللي قرر الإبقاء على الإبن ووالده بحالة سراح بخصوص الملف المتعلق بالتآمر على أمن الدولة الغذائي تم لاحقا إحالة الأبن وهو صاحب الشركة مجددا على أنظار قضاء التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانا اللي أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن من أجل جرائم ذات سبغة مالية والاحتكار وهذا خبر راج برشا على مواقع التواصل الاجتماعي من أنه صاحب شركة القهوة اللي تم إيقافه مؤخرا كل تم إطلاق صراحه اختلفت الأرى واختلفت ردود الفعل في خصوص هذا الموضوع وتعرفوا أنه رئيس الجمهورية قيسي صعيد مصر على حربه ضد الفاسدين وقال بأنه الحرب على الفاسدين والمحاسبة ستتواصل وتستمر بشكل أقوى وكان وجه البارح في مجلس الوزراء اللي أشرف عليه رسائل مهمة وواضحة جدا سياسيا أبار أنه قال بشحل المجالس البلدية يعوض بنيابة خصوصية زد معناها أكد عدة نقاط أخرى سياسية من بينها أنه المعركة ضد الفاسد والمفسدين قال مستمرة بنفس القوة وقال أيضا من المفرقات أنه اللي كانوا يدعون لمحاربة الفاسد هم الذين كانوا في طليعة المفسدين واليوم يتظهرون بكل حرية ويدعون أن هناك استبداد على الرغم من أنهم يتظهروا تحت حماية الأمن قال زدى بأنه الأمن يحميهم وهما يتظهروا ويدبكيوا على عادتهم في التباكي على الحرية لأن الحرية لم تكن تعني لهم إلا الفساد على حد تعبير رئيس الجمهورية قال أيضا بأنه أحد النواب في مجلس نواب الشعب المنحل غير مأسوف عليه كما قال رئيس الجمهورية كان يبيع ذمته مقابل أكثر من خمسين ومئة ألف دينار بشي صوته على أحد الفصول يقول فصل واحد في المجلس تم بيعه أو بيع ذمة أحد النواب في البرلمان المنحل بأكثر من خمسين ومئة ألف دينار وهون البيع والشراء مسألة مطروحة برشا خلنا نعلق عليه شوية حتى في حكاية التزكية في الانتخابات رئيس الجمهورية بيدو كان قال اللي هي سوق تباع فيها ذمام وتشترع وبشأ أحزاب زادا كيف ووقتها طالبوا بإلغاء التزكية وكل شيء على اعتبر فيها فلوس ولكن ما تمش يعني تنقيح القانون الانتخابي بتبعية الحال زادا فم تصريحات جديدة اللي حارك خمسة عشرين جبيليا بعض قيادته كانوا أشاروا في تصريحاتهم مؤخرا بإنه فم أطراف قاعدة تحاول تعمل في محاولات بيج تشري ذمام النواب اجدد اللي في البرلمان اجدد يعني نواب تابعين حارك خمسة عشرين جبيليا يقول عدة أطراف من أحزاب ومن دول حتى أجنبية وسمى الدولة أجنبية وكل إنهما ذوما قال يحبوا يشريوا ذمام النواب اللي هما فيزوا في الانتخابات يقول القايلة علاش سهلة يسر جسد بيش يعملوا كتلة يشريوها دولة من داخلها في الموضوع ذي بيش تشري كتلة وتبدأ في البرلمان هيدا تعدي وهيدا ما تعديش وحسب المصالح متاحهم وحسب تعبير دي ما نقول لها وهذه التصريحات عدد من قيادات حارك خمسة وعشرين جبيليا رئيس الجمهورية زيدها كيف كيف في مجلس وزيري كن أكد وشدد على مواصلة خوض المعركة ضد الاحتكار والمضاربة بعد توجيه التحذيرات للمضاربين والمحتكرين والمتحالفين الذين يقفون اليوم متباكين على حظهم في السلطة والمال العام وثروات البلاد ونبه رئيس الجمهورية من أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يريدون تجويع الشعب وكان أكد هذا بأنه بشدفة على الشعب التونسي إلى آخر رمق ودائما سينتصر لأشعب من هؤلاء الذين وصفهم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالمجرمين الذين يريدون تجويع الشعب التونسي وفق تعبيره